منذ عشرة أيام والتوأمان السياميان اليمنيان يستنجدان بالعالم ولا مجيب لا ذنب لهما إلا أنهما ولدا في ظل حرب سعودية وحصار دمر كل القواعد الطبية اللازمة لفصلهما والعناية بهما صحيان كغيرهما من الأطفال مستشفى السبعين بصنعاء يقول إن حالة التوأمين حرجة ويتحتم نقلهما إلى الخارج وكامل المسؤولية تقع على الأمم المتحدة الصامتة حالة الطفلين بشكل عام حرجة وتحتاج إلى تدخل سريع نحن ككوادر في مستشفى السبعين أو في اليمن بشكل عام ليس لدينا الخبرة الكافية ولا التجهيزات ولا الإمكانات للاعتناء بمثل هذه الحالات مبادرة سعودية منذ أيام أطلقت لإسعاف التوأمين السياميين لكن صنعاء رفضت العرض باعتباره محاولة بائسة وغير مقبولة لتجميل وجه السعودية القبيح كما تقول السلطات هنا فكيف لدولة كانت السبب في قتل آلاف الأطفال أن يكون بيدها السبب في حياة آخرين أمثالهم من قتل مئات الأطفال بالحصار ومن قتل عشرات الأطفال بطائراته ومن قصف ضحيان كما نعرف جميعا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يمتلك ولو ذرة من إنسانية لكي يقدمت لهذه المبادرات ثمانية آلاف طفل يمني قتلتهم وجرحتهم آلة الحرب السعودية وهناك مليون طفل يمني يعانون سوء تغذية حادا وفق تقارير أممية وبحسب صنعاء هذا جزء يسير من رصيد التحالف المأساوي بحق اليمن ولذلك لا مكان لمبادراتها الإيجابية كما تدعي المبادرة الوحيدة التي يمكن أن تقبلها سلطات صنعاء من السعودية هي إيقاف الحرب والحصار على اليمن فورا لإصلاح ما أفسده التحالف أما غيرها من المبادرات فلن تكون إلا محاولة لتجميل صورة سوداء يعرفها العالم ولن تتغير أحمد محمد زبيب صنعاء الميادين